وسط انشغال المنطقة بزيارة أمين المجلس القومي الروسي سيرجي شويغو إلى طهران وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا إلى تل أبيب وبانتظار الرد الانتقامي على استهداف الضحية الجنوبية وطهران أطل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في أسبوع اغتيال الاحتلال قائده العسكري فؤاد شكر ليطلق رسائل بالجملة إلى الداخل والخارج مع تأكيد ثوابت الحزب فيما خص الرد على إسرائيل وتثبيت قواعد الرد رغم الخرق الإسرائيلي العنيف لجدار الصوت فوق بيروت بهدوء واضح وعبارات مدروسة ومضمون متسق الرسائل أطل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه الثاني منذ اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية الثلاثاء الماضي تقول مصادر سياسية لرؤية أن وظيفة خطابه الأساسية كانت التهدئة وقطع طريق على المبالغات في توقعات متشائمة وكأن الحرب التدميرية الشاملة على الأبواب أو أن معركة القضاء على إسرائيل قد حانت صحيح كان خطابا هادئا لكنه أعاد التأكيد على حق الرد الجدي والانتقائي والمؤلم للعدو من دون وطيرة عاجلة ومتسارعة مستفيدا من حالة الاستنفار المنهكة والاستنزاف لإسرائيل وأجهزتها العسكرية والأمنية وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور هذه معركة كبيرة ودم غال وعزيز واستهداف خطير لا يمكن أن ينتكون العواقب أن ينتمر عليها المقاومة هكذا من جملة ما يجب التوقف عنده في الخطاب بحسب مراقبين هو استبعاده إيران وسوريا من مسؤولية الانخراط المباشر والمستمر بالمواجهات الميدانية الدائرة وحصر المعركة بفصولها المتتالية بالقوى المقاومة وشرح هنا كيفية إدارة المعركة بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد وتأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع اللبناني لا تخافوا من انتصار المقاومة يجب أن تخافوا من انتصار العدو يجب أن تدركوا حجم مخاطر ما يجري في المنطقة ولذلك من يؤيد فليؤيد ومن لا يؤيد نحن لا نقول لهم تعالوا وأيدوا وساندوا وقاتلوا ودافعوا بل نقول لهم في الحد الأدنى لا تطعنوا المقاومة في ظهرها توجه نصر الله إلى الداخل اللبناني يدل على أهمية الجبهة الداخلية تبعا للتطورات المتوقعة المقبلة وفي البال أعلانه في خطاب سابق أن الحزب لا يكترث بالأصوات المعارضة وحثه على عدم الرد عليها ورغم منحه للداخل تطمنات بأنه ليستثمر في المعركة والانتصار على حساب لبنان قُبل خطابه بانتقادات حدة خصوصا من حزبي القوات والكتائب الذين أعادتها مع حزب الله ونصر الله بجر لبنان وشعبه إلى حسابات غير مدروسة باختصار رسم نصر الله معالم المرحلة المقبلة ورد على رسائل الدول والولايات المتحدة الأمريكية بالقول إن وقف التصعيد يرتبط بوقف العدوان على غزة وثم تمن يرى أن كلمة نصر الله تندرج في سياق الصبر الاستراتيجي وأن المحور يتعامل ببرودة أعصاب في انتحاب الرد على اغتيال زعيم حماس السياسي إسماعيل هنية وشكر لكن بالنسبة إلى حزب الله فإن الرد حتمي وبحسب المعلومات سيكون عنيفا وجديا لأنه لا يمكن للحزب أن يسلم باستهداف الضاحية الجنوبية من دون رد يعيد تشكيل موازين القوى ويحيي توازن الردع والرعب خصوصا وأن الضاحية هي عصب منظومة القيادة الأمنية والعسكرية والاستراتيجية من بيروت جوانا نصر الدين رؤية